الاخيرة المتلاحقة الغير مسبوقة اللي بتحصل في المنطقة الحروب سواء غزة لبنان وتدعيات المنطقة كلها تراجع دخل قناة السويس وكل دي كان لها تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية وبالتالي من النهاردة طبعا احنا النهاردة بننظر مع السندوق الى ان احنا ازاي نستهدف مراجع التوقيتات والمستهدفات بتاعتنا ويمكن حضركم اكيد متابعين المجموعة الاقتصادية كلها موجودة حاليا في واشنطن بتحضر الاجتماعات السنوية للسندوق والبنك الدولي ومعاهم المحافظة البنك المركزي وبعديها يليها على طول هتيجي بعثة السندوق وتعمل المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر وهي بتبقى قليات المراجعة هو ده هدفها ان احنا مع الوقت بنشوف ايه المستجدات ونراجع مع المجموعة بتاعت السندوق اللي احنا النهاردة شايفينه بما يتوافق مع المصلحة المصرية وهدف النمو الاقتصادي وتقليل الاثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الموضوع فده انا انا حابب ااكد عليه ان التوجيهات احنا شغالين عليها وان شاء الله حتكون لدينا الفرصة مع المراجعة ان احنا نتحرك بالتفصيل مع بعثة السندوق في هذا الشام ولكن اللي لفت نظري ايضا وحابب هنا اثيره ان يعني في اطار برضو الاشعاعات والكلام اللي ابتدى يثار ان ابتدى يحصل تداور لتصريح قديم لمديرة سندوق النقد الدولي كما لو كان ان هو طالع في الايام دي اللي هو ان مصر لازم تحرك تاني سعر الصرف وان لازم يحصل تعويم اخر وكلام ده كله وفجأة للأسف مواقع بتشيره كما لو كان ان هو لسه طالع في هذه الايام بينما لما حضراتكم ترجعوا للاصل هي كانت هذا التصريح كان في يناير الماضي قبل ما نقوم بكل الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية وبالعكس السندوق النهاردة في كل بياناته الحديثة بيكأكد على اشادة كبيرة جدا بالسياسة النقدية المصرية وان مصر ماشية بصورة جيدة جدا في هذا الموضوع الشيء الاخر ان ابتدت بقى الشائعات تتردد اصل ده احتمال يحصل تعويم جديد واصل احتمال اول السنة نشوف حاجة تانية وهنا يمكن انا موجود هنا معانا يعني العديد من رجال الصناعة ورجال الاعمال والكلام ده كله وخلييني هنا اكد على شيء مهم جدا الحمد لله حركة النقد الاجنبي واحتياجات الدولة المصرية ماشية بانتظام شديد النهاردة ما فيش يعني مستلزمات انتاج ولا مواد خام ولا احتياجات اساسية للدولة متأخرة وما فيش اي طلبات متأخرة في البنوك انا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع فبالتالي الحمد لله الامور مستقرة وماشية واحنا كلنا بنتابع بصورة يومية المجموعة الاقتصادية ومع المحافظ البنك المركزي ومع حركة السوق وبنشوف النهاردة ان الامور الحمد لله منتظمة ولا يوجد اي شيء اتكلموا قص مصر عليها التزامات لسداد فوائد واقصات وحاجات كبيرة الحمد لله مصر حتى في عز الازمة الاقتصادية عمرنا ما تأخرنا عن سداد قصة واحد فانا بأكد لحضراتكم احنا الامور ماشية بطريقة منتظمة تماما الدولة المصرية عارفة كويس قوي الالتزامات اللي علينا وعارفين كويس قوي حنسددها ازاي وعندنا الرؤية والارقام وعندنا كل شيء وعارفين احنا بنتحرك ازاي في هذا الشق في نفس الوقت عيننا على السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة اللي بتحتاج الطلبات الاساسية للدولة والحمد لله الامور مفيش اي شيء يدعو ان احنا يعني الاشعاة دي اللي بتطلع وان احنا نبدأ يحصل لها اي تداول فانا حبيت ان انا اوضح هذا الكلام بمنتهى الوضوح لحضراتكم علشان نبقى كلنا عارفين هذا الموضوع الجزء الاخر وده شيء مهم جدا في اطار جذب الاستثمارات مفيش اسبوع بيعدي غير لما بنبص للاليات المختلفة لازاي ان احنا نجذب مزيد ومزيد من الاستثمارات والنهار ده يمكن هذا الاسبوع عملنا اجتماع مهم جدا لمناقشة قانون يعني يبقى انشاء المناطق المال والاعمال في مصر وهذا القانون ان شاء الله يعني الحكومة بتنتهي من لمسات الاخيرة ليه وده بيبقى على غرار كل هذه النوعية من المناطق اللي بتنشأ في الدول المتقدمة او حتى الدول الناشئة اللي بتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ليها وهدف فكرة القانون ده ازاي ان انا ازاي اخلق في مناطق محددة جغرافيا اليات بره نقول اريات مارينة وبره السندوق وتبقى ليه يعني التوجهات العالمية بحيث استقدم فيها في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى انها تيجي وتفتح مقرات ليها وتزاول انشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق فبالتالي هذا القانون احنا بنحرص ان شاء الله ان احنا ننهيه هب لنهاية الفين اربعة وعشرين ونتقدم ليه للبرلمان لان ده حيبقى جزء من مساهمة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر بصورة كبيرة جدا لمصر في خلال الفترة القادمة احنا الحقيقة شغالين مع كل المؤسسات الدولية ومع جمعيات رجال الاعمال ومع شراكتنا سواء زي ما حضراتكم تابعتوا الاتحاد الاوروبي قبل كده لما عملنا مؤتمر الاستثمار ايضا هناك تصور النهاردة لعمل مؤتمر مشابه مع بريطانيا ومع دول اخرى في خلال الفترة القادمة علشان كلها جذب وتشجيع الدول والمشاركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر ملف اخر مهم جدا وحضراتكم كنتم تتكلموا عليه هو ملف الدول وساعتها يمكن النهار برضو هذا الاسبوع عقدنا اجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورؤساء هيئات الشراء الموحد وهيئة الدول واعتقد الحمد لله حضراتكم متابعين على الشارع ان احنا نقدر نقول ان احنا تجاوزنا الازمة والحمد لله ما بقاش فيه النهاردة شكاوى وعشان ما بقاش مبالغ واقول ان انا حلناها بنسبة 100% اقدر اقول بنسبة 95% بقى الوضع اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان احنا رجعنا الى ما قبل الازمة الخاصة بالدواء بقى وارد انه ممكن يحصل نقص في دواء معين او دويين وده كان بيحصل قبل الازمة وتبقى على طول بنتعامل كدولة في هذا الموضوع ولكن الازمة اللي كانت موجودة الحمد لله نقدر نقول ان احنا تجاوزناها بنسبة 95% بهذا الموضوع والدولة مستمرة في ضخ كل الالتزامات المالية لكل الشركات الخاصة بالقطاع الخاص اللي منتجة للأدوية عشان تكون الاحتياطيات بتاعتها المطلوبة وعجلة الانتاج ما يحصل لهاش اي اضطراب اخر في هذا الموضوع بعد اجتماعي اخر مهم جدا واركو ان حضراتكم تكونوا تابعتوه وهو اعلان وزارة الاسكان والمرافق عن طرح مرحلة جديدة من سكن كل المصريين بعدد يقترب من 80 الف واحدة سكنية جديدة وهذا البرنامج المهم جدا اللي يعني الواحد بيشرف وبيفخر ان هذا البرنامج ضمن الجمهورية الجديدة اللي نجحنا فيه ان احنا نصل الى مليون واحدة سكنية وده بخلاف 300 الف تانيين للمناطق الغير امنة انا بتكلم هنا على اسكان اجتماعي بيلبي فئات الشباب ومحدود الدخل والمتوسط الدخل النهاردة ده مرحلة جديدة من هذا البرنامج المهم 80 الف واحدة جزء منها بالفعل خلص تقريبا والجزء التاني تحت الانشاء فبالتالي احنا بنعلن على وحدات باقت موجودة وان شاء الله يعني بمجرد ما بننهي الاجراءات يقدر المواطنين يبدأوا يستلموها في خلال الفترة القادمة باذن الله هختتم يمكن قبل مادي الفرصة لزميلي بقى وزير البترول علشان يعني يتكلم مع حضراتكم بصورة تفصيلية ويعرض موقف قطاع البترول الحقيقة كانت زيارة المينيا واعتقد حضراتكم كنتوا معانا وتابعتوها مفيش مكان في مصر النهاردة إلا والدولة المصرية يد التطوير والتحسين بتمتد إليه النهاردة مشروع زي مشروع حياة كريمة الحمد لله يعني انبقى موجود في كل القرى والمحافظات سواء النائية أو البعيدة اللي كان لم يمتد لها يد التطوير مشروعات الصحة بتحت المرحلة أولى النهاردة كانت بجانب زيارتي للمينيا كان في زيارة لمنطقة كرداسة وحضراتكم عارفين قد إيه هذه المنطقة كان الكسفات الفصول فيها بتصل إلى أكتر من 120 طالب في الفصل وكان فيها يعني مشاكل وتحديات كبيرة جدا برضو النهاردة مع المنظومة الجديدة اللي موجودة متوسط الكسفات لا يتجاوز الخمسين كلها في الأربعينات وده كله نقلة كبيرة جدا مستمرين في عملية تطوير المنظومة التعليمية في خلال الفترة القادمة شيء آخر يمكن يعني برضو حابب أن أنا أقوله لحضراتكم كان فيه اجتماع مع سيد وزير التعليم العالي وكنا بنراجع أرقام الطفرة العظيمة التي عملت في موضوع الجامعات النهاردة إحنا بقى عندنا 112 جامعة 112 جامعة بتعمل في مصر 28 منهم فقط حكومية والباقي كلها جامعات خاصة وجامعات دولية وجامعات أهلية ومعاهد وحاجات كلها عليا الشيء اللي يفرح أن هذه المنشآت النهاردة استقبلت هذا العام مليون طالب في الجامعات المصرية مليون طالب قبل كده كان جزء كبير يعني مش هقول جزء كبير كان فيه جزء من دول لما ما بيجيتش مكان في مصر كان بيلجأ للصفر لبعض الدول الأخرى النهاردة الحمد لله مع هذه المنشآت بقى عندنا بقدرة أن احنا نستوعب مليون طالب الشيء المهم قطاع زي قطاع الطب والأطباء حابب أن أقول لحضراتكم رقم مهم جدا من خمس سنوات كان عدد اللي يعني بيقبلوا في كليات الطب في مصر نتيجة لأن كنا اعتمدنا فقط على الكليات الحكومية وبعض الكليات الخاصة اللي كانت بتشتغل في هذا المجال كان عدد الدفعات اللي بتتخرج كل سنة لا يتجاوز التسعة تلاف طالب النهاردة السنة دي اللي دخلوا كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية وجامعات الخاصة تسعة وعشرين الف طالب في سنة واحدة يعني معنى كده أن بعد ما ينتهوا من الدراسة حيب عندنا تسعة وعشرين الف دكتور بيتخرجوا في سنة واحدة شيء مهم جدا لأن احتياجات هذا القطاع سواء حتى في الخارج لما بيسافروا وبيشتغلوا برا ده جزء مهم جدا من قوة قصر النعمة لكن الأهم أنه بقى بيلبي إن شاء الله العدد ده بيلبي الاحتياجات من نقص الأطباء اللي احنا كنا بنعاني منها الأهم وده شيء مش عيد إن النهاردة نشوف إن أكتر من ستين في المية من العدد ده بقى بيدخل فيه الكليات العلمية والكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكليات التطبيقية والتكنولوجية ده شيء مهم جدا لأن يمكن كانت التركيبة قبل كده إن أكتر من سبعين في المية كان بيروحوا للكليات النظرية فالنهاردة بقى العدد الأكبر رايح للإحتياجات اللي سوء العمل سواء في مصر أو في الخارج بيتطلبها وده تغيير نوعي مهم جدا في منظومة التعليم وفي منظومة التقدريب وتأهيل الكوادر البشرية لشبابنا إن شاء الله في خلال الفترة القادمة مش هتول على حضراتكم وأترك المجال لزميلي معاني وزير بيترول تفضل الحضور وأنا شاكر جدا لتوجودكم معانا النهاردة أنا الحقيقة أحب أبتدي النهاردة إن أنا أتكلم على المحاور الرئيسية لقطاع البترول والثروة المعدنية واللي هي تتلخص في ست محاور والحقيقة المحور الأولاني هو له علاقة بتوفير طلبات الاحتياجات المنتجات البترولية للمواطن المصري وده يتم عن طريق اللي هو الاهتمام بعمليات الانتاج وزيادة اللي هو الاستكشاف عشان نعرف نحن نلبيها بأقل التكاليف المحور التاني اللي احنا مهتمين به الحقيقة هو إزاي نحن نعظم الاستفادة من البنية الأساسية تحتية القطاع البترول من الإمكانيات في القطاع البترو كيميويات وقطاع التكلير إزاي نحن نقدر نعظم الاستفادة من البنية التحتية دي ونقدر نستغلها لأقصى طاقتها لخلق قيمة مضافة وخلق قيمة تصديرية لمصر المحور التالت له علاقة بقطاع التعدين يعني قطاع التعدين قطاع واعد جدا في مصر ثرواتنا التعدينية وعيدة جدا وممكن أن تلعب دور أكبر في الناتج اللي هو المحلي وعشان كده احنا عاوزين نعمل حقيقة انطلاقة في قطاع التعدين وهتكلم عنها برضو إيه الإجراءات اللي احنا بنعملها في هذا المنطلق وعشان نعمل كل ده مهم جدا ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد لخلق اللي هو مزيج الطاقة اللي هو المثالي لمصر يعني مزيج الطاقة شيء أساسي جدا عشان نعرف ان احنا نوفر الطاقة المناسبة في المكان المناسب عشان نعرف ان احنا نخلق قيمة مضافة ونعظم من ثروات مصر كل ده ما يدارش يتم من غير ما نخلق بيئة استثمارية تكون جاذبة للمستثمرين ودي برضو بالاهتمام بجزء اللي هو السلامة المعنية والاهتمام بالخفض انبعاثات والاهتمام بالبيئة ده بقى أصبح شيء أساسي جدا عشان نعرف ان احنا نجذب استثمارات ونكمل الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية وطبعا كل ده مهم جدا ان احنا برضو بنشتغل على اللي هو التعاون اللي هو الإقليمي عشان احنا نقدر ان احنا نعظم موقع مصر كموقع إقليم لتداول الطاقة ويكون موقع جلجازب للاستثمار وبرضو هاوضح ازاي ها برضو بنشتغل في هذا المحور ودي دلوقتي دورة اللي هم الست محيو رئيسي اللي احنا مركزين عليهم في الوقت اللي هو الحال في نفس الوقت انا برضو يهميني جدا ان انا يعني ادي كده نظرة عامة بالوضع اللي احنا بنواجهه كقطاع لان طبعا فيه تحديات كما ذكرها دولة الرئيس الحقيقة والتحديات دي انا احب بس ان احنا نلقي الضوء على ايه الالترات المختلفة بتاعتها الحقيقة الموضوع كله يبتدي بزيادة اللي هي مستحقاء لشركائنا في الانتاج والاستكشاف وشركاء دولة سواء من شركاء العجانب او شركاء اللي هو المصريين فزيادة اللي هو المستحقات اللي حصل خلال 30 شهر اللي فاتوا دولة كانوا سبب من سبب مقطتين رئيسياتين جزء اللي هو سعر الطاقة العالمي والجزء التاني اللي هو علاقة بسعر الصعب وده كان له تأثير على الانتاج الانتاج خلال اللي هو ساعتين اللي فاتوا وثانين شهر اللي فاتوا قال بالنسبة بتتروح بين 20 ل 25% وخاصة في انتاج اللي هو الغاز وده حصل بتزامن بزيادة الاحتياج وزيادة الاستهلاك في الطاقة مع كل اللي هو النمو اللي بيحصل والحاجات الايجابية اللي بتحصل في البلد فكل ده برضو أدى الى زيادة في الاحتياج على الاستراد وعلى تلبية احتياجات التنمية في مصر لو اخدنا كل العوامل دي خلقت حالة من فجوة بين اللي هو سعر المنتج والتكلفة اللي هو الحقيقة له وعشان كده لو نمكن بص على الاربع عوامل دولت دولت كان لهم تأثير متعاقب على بعض وعشان كده عشان نعرف نحن نشتغل كفريق عمل واحد نحن نحل الموضوع ده ونقدر نطلع من دايرة التحدي ده اشتغلنا على اربع ركائز اساسية وهم قولهم ان احنا ازاي ان احنا نشتغل مع شركائنا في القطاع بالالتزام على دفع اللي هو الفطوق الشهرية لشركائنا وفي نفس الوقت وضع آليات لتقليل المستحقات للشركة الجزء التاني اللي هو الجزء الرئيسي ازاي نحنا نرجع عجلة الانتاج بل ان احنا نزود عجلة الانتاج الى اقصى درجة ممكنة في الوضع الحالي وده الحقيقة كان من خلال ان احنا نعمل حظبة تحفيزية لزيادة الانتاج عشان يكون التركيز الرئيسي كلنا كقطاع وكلنا كشركاء ازاي نحنا نزود اللي هو الانتاج المحلي فنقلل اللي هو الفطورة الاسترادية ونقدر ان احنا نلبي اللي هي طلبات للمواطن المصري وفي نفس الوقت كان ضروري جدا ان احنا نشتغل على محور اللي هو تعاون على مزيج الطاقة ودي الحقيقة برضو شيء مهم جدا ان احنا نشتغل على مزيج الطاقة وده الحقيقة بالتعاون مع يعني الحقيقة زميلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في ازاي ان احنا نقدر نخلق زيادة في الطاقة المتجددة في المرحلة القادمة وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نقدر نقلل اللي هو استهلاك اللي هو الطاقة الوحفورية في اللي هو منظومة الانتاج وكل ده عشان ان احنا نشتغل مع بعض كفريق واحد ان احنا نقلل تكلفة انتاج البرميل او الانتاج بالنسبة للمتر مكعب من الغاز وعشان نحقق الاربع ركائز دولت الحقيقة كان من الواضح جدا ان احنا لازم نشتغل بطريقة تكملية وده شيء مهم جدا احب ان انا برضو اوضحه والطريقة التكملية دي كان لها اساس ان احنا نشتغل مع قطاعات المؤسسات الدولة وكما ذكر الحقيقة دوت رئيس الوزراء ان بيتم مراجعات دورية وبيكون فيه تعاون بين كل الوزراء المعنيين ازاي ان احنا نقدر نشتغل كفريق عمل واحد عشان نلبي الاحتياجات المالية عشان نوفر احتياجات المواطن من المواد البترولية وفي نفس الوقت على وضع اللي هو الاليات المشاركة اللي نقدر بيها نقدر نقلل من المفتحقات الشركاء في الانتاج والاستكشاف وايضا التعاون اللي هو التكملي ده في مؤسسات الدولة كان برضو مهم جدا الحقيقة مع الجهات اللي هو تشريعية وتنظيمية وعشان كده الحقيقة دي انا احب ان انا اشكر الحقيقة اللي هي تتمثل في لجنة الطاقة ولجنة الصناعة ومجلس اللي هو الشيو وانا اشاكر جدا على تعاونة اللي يتم عشان اللي هو دراسة ما يمكن اللي هو نحنا نعمل معا عشان نحنا نخلق ديئة جاذبة لاستثمار في مجال البيترول والثرة المعدنية الشق التاني له علاقة بالشركة والشركة انا برضو احب ان انا اخد الفرصة ان انا اطمن سيدة اللي بيشوفونا النهاردة ان مصر فيها 57 شريك في اللي هو قطاع الانتاج والاستكشاف في الغاز في مصر والبترول والغاز ومصر تمتلك الحقيقة فيها تعاون باكبر الشركات العالمية متواجدة معنا هنا في مصر وعندنا شركات مصرية متخصصة في قطاع البيترول والغاز باكبر هنا مع مصر وعندنا بالبحث معاهم على ايه هي الاليات اللي احنا ممكن نعملها لاجراءات تحفيزية لزيادة انتاج اللي حقيقة تم اجتماع عملناه في 26 اغسطس 2024 عشان نطلق حكبة حوافز لزيادة اللي هو الانتاج عشان نزود الانتاج من اللي هو الانتاج المحلي عشان نقلل الاحتياجات بالنسبة للفاتورة الاسترادية لمصر اما الشركة التالت وده شيء مهم جدا الحقيقة وده مع توجه الدولة لزيادة اللي هو قطاع الخاص في القطاع الحقيقة يعني احنا حبينا ان احنا نشرق القطاع الخاص وان احنا ندعو اللي هو رجال الاعمال وشركات اللي هي الوطنية لدخول اللي هو قطاع البيترول وعرض فرص استثمارية في قطاع البيترول والغاز وبدأنا بالفرص استثمارية اللي هي تتعلق بزيادة الانتاج وسهما هيكون برضو فرص استثمارية اللي هي علاقة بجزء اللي هو التكرير والبيترول كاموليات والحقيقة كما الحقيقة شاهدنا النهاردة نفسراحة يعني بشكر الحقيقة كل يعني الرجال الاعمال الشرفاء الوطنين فعلا اللي هم انضموا لهذه المبادرة يعني النهاردة معنا وحب يعني اشكر يعني شركات عز وعلام ومضوع عباس والسويدي لتواجدهم معنا النهاردة ومنصور لان دي الحقيقة علامة ايجابية على اللي هو التعاون المشترك وبرضو عشان احتاطن الحق في برضو عندنا الحقيقة رجال وطنيين من القطاع الخاص برضو ان شاء الله هيخبروا على هذه المبادرة ان شاء الله في الاسبوع اللي هي القادمة باذن الله فانا بحييهم وبشكرهم على ده ان احنا كلنا ممكن نشتغل كفريق عمل واحد وتكاملي ودلوقتي فيكو تعاوز ان انا انقل شوية اواريكو ممكن بعض من اللي هو مؤشرات الاولانية نتيجة كل المجهود اللي بيتم التكاملي مع جميع الجهات سواء جوة الدولة والشركاء والقطاع الخاص وبحيث ان انا اتكلم شوية على محددات ملامح اولية في جزء اللي هو الانتاج وعشان كده دايما انا بنوه للانتاج كعامل اساسي احنا كلنا حطينه كاولوية لنا وبعد كده هنتقل في مجال شوية على ملامح ليه علاقة بالاستكشاف وبعد كده بالاتفعيات انما الحياة لما بنبص على المؤشرات الاولية في الانتاج في الفترة اللي هو الاخيرة دي فالواحد بيشوف ان في زيادة في اللي هو الاعمال اللي هو لزيادة الانتاج في مصر وده من مزيج من الشركات العالمية والشركات المصرية وانا بحب الحياة كمان اشكر الحياة تواجد اللي هو المسلمين الشركات العالمية معانا هنا في النهاردة يعني زي بي بي واني واكسون موبل وشيفرون وشال اللي هي كمسلمين من جميع اللي هو الشركات اللي هي العالمية والشركات المصرية زي الحياة اي في ار وادس اللي برضو حقوق النجاحات برضو في الفترة اللي هي الاخيرة دي واللي بيؤشر على زيادة الانتاج وفي نفس الوقت انا يعني بالنسبة للي هو الانتاج انا الحياة برضو يمكن احب اخص يمكن الاول على موضوع اني لان انا طبعا عارف ان كل بيت مصري موضوع حقل زهر يعني موجود في كل بيت في مصر فانا الحياة بشكر اللي هو التعاون مع شركة اني الحياة في عودة اللي هو ان شاء الله لزهر اخر اللي هو في ديسمبر لبداية اللي هو حفر اللي هو بيرين اضافيين اللي هو السنة اللي جاية عشان نرجع تاني للخطة اللي هي كانت موجودة لما الحياة الحفار مشي ومش بس كده هو كمان في برضو الحقيقة اني زودت برضو رجعت العمال بعض اللي هو الحفارات البرية ودي برضو لها تأثير ايجابي على زيادة اللي هو الانتاج في الوقت اللي هو الحياة وفي نفس الوقت احب برضو اشكر الحياة شركة بي 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 لان شركة بي 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 برضو مع برضو العلم الاهمية اللي هو زيادة الانتاج وشراكتها برضو في مصر للعديد من السنين برضو بيتم اللي هو الاسراء بكل المجهود على ادخال المرحلة التانية من حقل ريفن في الانتاج وده هيكون له تأثير ايجابي في زيادة اللي هو الانتاج اللي هو الغاز بداية من السنة اللي جاية وده هيكون برضو شيء طبعا مهم جدا بنسبة لنا لتقليل برضو الفاتورة الاسترادية وكمان الحياة احب برضو ان انا انوى برضو على شركة اباتشي اباتشي الحياة من اكبر الشركات اللي هي بتعمل في مصر في مجال الانتاج والسيكشاف بالنسبة للزيت في الصحراء المنتمجزة في الصحراء الغربية انما برضو متماشيا الحياة بالحوافز لزيادة الانتاج والمرونة في الاقتصاديات لزيادة الاعمال الانتاجية دلوقتي كمان هتبتدي في مش بس انها تاخد مناطق اضافية حول المناطق بتاعتها في الصحراء الغربية بس كمان انها تبتدي تخش في اللي هو الاستكشاف والانتاج في مجال اللي هو الغاز في مصر ودي برضو شيء مهم جدا بالنسبة لنا لان برضو كل انتاج اللي هو الغاز من المناطق البرية بيكون السرعة تدخيلها على الشبكة برضو بيكون بطريقة اسرع من المناطق اللي هي في البحر وطبعا شل برضو لها الحقيقة دخلت برضو اعبار جديدة في الانتاج وشركات اي بي ار وادس الحقيقة برضو مثال لازاي ان برضو انتاج الزيت من مناطق زي خليج السويس والبحر الرحمة لها امكانية على العطاء وباستخدام التكنولوجيا الحديثة بيتم زيادة الانتاج وانا هنا الحقيقة قبل ما اروح لمنطقة اللي هو الاستكشاف احبب اقول ان كل برميل زيت مهم المصر انتاج مأحلي وكل متر مكعب برضو من الغاز اللي هو محلي برضو مهم جدا وبيساهم في تقليل اللي هو الفاتورة الاسترادية ومن ثم تقليل اللي هو المنتج النهائي للمواطن المصري فعشان كده انا بتني كل الجهود اللي بتتم في ده وبرضو على كل برضو المساهمة من الشركات الوطنية اللي احنا ماضينا معاهم من نهاردة الصبح عشان زيادة اللي هو الانتاج والمساهمة في هذا المجال دلوقتي لو انا انتقلت لمجال اللي هو الاستكشاف الاستكشاف مهم جدا بالنسبة لنا لان الاستكشاف هو ده اللي بيعطينا الفرصة ان احنا نكتشف خزانات يكون فيها احتياط احتياطيات اضافية لدخولها في الانتاج في الاعوام اللي هي القادمة وده شيء مهم جدا ان احنا بنشتغل على التوازي مش بس في الانتاج بس كمان على تشجيع الاستكشاف وبرضه احب اطمئنكم ان هو من بداية اللي هو السنة دي تم حافر 77 بير استكشافي ومنهم الحقيقة 54 كانوا حققوا اكش الكشف محقق ومنهم 40 في الزيت ومنهم 14 في الغاز والفترة اللي هي القادمة هتشهد برضو زيادة في اعمال اللي هو الاستكشاف برضو في جميع برضو مناطق مصر وانا الحقيقة احب برضو ان انا اشكر الحقيقة واسكر شيفرون اللي هتبتدي برضو استكشاف في البحر المتوسط في غرب بحر المتوسط وانا اتفقت الحقيقة مع ادارة شيفرون ان شاء الله اكون متواجد على البريمة باذن الله يوم 9 نوفمبر وبرضو الحقيقة احب برضو اشكر الاكسون موبل ان اكسون موبل كمان هتبتدي برضو بحافر بير استكشافي برضو في ديسمبر في غرب المتوسط وكل ده بيبقى شيء ايجابي جدا اللي بيخلينا ان احنا كمصر نعرف ان احنا نزود احتياطيات بالنسبة للغاز او الزيت على حسب اللي هو الاكتشافات هتكون ايه بس هي كمان بتدي اشارة ايجابية لضغط استثمارات اضافية من شركائنا لزيادة اعمال استكشاف في المنطقة وكمان الحقيقة احب اناوه على اهمية برضو اللي هو مسح السيزمي اللي في غرب المتوسط اللي هو بدأ في 28 من سبتمبر الفات ده على طول والكشفات اللي هي مسح السيزمي ده بيبالوه اهمية كبيرة جدا باستخدام احسن احدث اللي هي التكنولوجيا عشان اكتشاف طبقات اللي هي ممكن ما تكونش مكتشفة من قبل وتدي فرصة للشركاء ان هم يدروا يحددوا الاماكن الاقصر قابلية يكون فيها نجاح ويكون فيها حقول اضافية لتخش فيها الانتاج في المراحل المتقدمة ودلوقتي الحقيقة لو انا حاولت شوية على نطاق اللي هو العلاقة بالاتفاقيات وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا لان احنا بس مش بنكلم في جزء اللي هو العلاقة باللي هو الانتاج اللي هو دلوقتي وزيادة الانتاجية للحقول الحالية مش بس بنكلم في العمال الاستكشاف برضو اللي هي بتم دلوقتي وخلال الاشر القادمة بس بنكلم على ايه الالتفاقيات اللي هي بيتم دلوقتي التعاون عليها عشان ضخ استثمارات مستقبلية لعملية استكشاف ثم عملية انتاج وعشان كده الحقيقة كنا حرسين ان في اغسطس الحقيقة طرحنا 64 فرصة استثمارية جدادة 61 فرصة استثمارية جداد للشركة من الفرصة الاستثمارية دي منها في البحر المتوسط 12 فرصة ومنها 15 من الابار اللي هي متقدمة اللي هي ممكن تخش على الانتاج بصورة سريعة والفكرة هنا ازاي نحن نساعد اللي هو شركاءنا هنا في عمال الانتاج والاستكشاف على النظرة على المحفظة الاستثمارية ليهم في المنطقة بحيث ازاي نقدر نساعدهم من هما برضو يقاللوا التكلفة للبرميل او التكلفة لقدم المكعب من الغاز وفي نفس الوقت الحقيقة يعني في من المناطق اللي طرحت في البحر المتوسط وكده في قريدي عندنا ست مناطق عليها جاذبية من مستثمرين مختلفين وان شاء الله يزيد اللي هو العقد اللي هو تفات في المرحلة القادمة انا كده اتكلمت شوية على الانتاج ملامح من اللي هو انتاج ملامح على الاستكشاف اتكلمت على ملامح على مؤشرات للاتفائيات وبرده دلوقتي احب ان انا اديكم يمكن نبزع على العالم الخارجي برضو بيقول ايه يعني يعني العالم الخارجي برضو طبعا عارف بالتحديات اللي احنا بنمر بيها وحبينا برضو ان احنا نشوف الايه اللي بتقال من التقارير الخارجية والتقارير الخارجية بدأت ان هي تدي اشارات ايجابية على الاحداث اللي بتحصل في القطاع ودي مش معناتها ان احنا خلاص حلنا التحديات ونقض من السريح لا هو دي بس مؤشرات ان احنا ماشيين في الطريق اللي هو السليم واللي هو اللي دعم مزيد من الجهد للعمل المشترك على خلق اللي هو بيئة جاذبة الاستثمار لزيرة اعمال اللي هو الانتاج والاستكشاف في مصر وفي نفس الوقت انا برضو احب انوح على التقارير اللي هيا دي علاقة برضو بالتعاون في المنطقة لان ده برضو بيدي اشارة ايجابية على تعاون مع الدور المنطقة وهنا يمكن هنوح يمكن على التقارير اللي هي بتشير الى التعاون مع ابروس لان كتير من الشركاء الانتاج والاستكشاف في مصر عندهم مناطق استكشاف وانتاج في ابروس وبالتالي كل ما يكون فيه التعاون بين البلدين متلائم ويكون فيه استغلال للتسهيلات المصر من البنية التحتية لادخال اللي هو الغاز اللي هو من المناطق اللي هي مثلا في ابروس وده يتيح الفرصة للغاز ده ان اما يتصدر استخداما للتسهيلات او ان الغاز ده يستخدم في السوق اللي هو المحلي او ان الغاز ده يقدر يخش يضخف المصانع البيتريكاميويات لزيادة قيمة مضافة وكل ده اللي هو الاتفاق بين الاطراف اللي هي المعنية وفي نفس الوقت انا دلوقتي اتكلمت على المؤشرات اتكلمت شوية على ايه التقرير الخارجية بدأت بتقول ايه وبرضه احب يمكن ادي صورة عامة على 2025 بصفة عامة يعني بصفة عامة احنا شايفين ان 2025 هيكون فيه يعني تصارع في وطيرة اللي هو الانتاج وده شيء مهم جدا ان احنا نكمل اللي هو مع شركائنا ان احنا نزود اللي هو الانتاج لان كل ما نزود الانتاج اللي هو المحلي ده بيساعدنا ان احنا نقلل اللي هو الفاتورة الاسترادية ده كله بيساعدنا ان احنا نقلل تكلفة المنتج ونحنا نقلل الفجوة بين سعر المنتج وسعر اللي هو التكلفة الجزء الثاني اللي هو احنا شايفينه هيصد في 2025 اللي هو زيادة اللي هو اعمال الاستكشاف يعني تكملة على البدايات اللي هي حصلت في 2024 وده برضو هيدي إضافة لإحتياطيات لمصر وهيدي برضو مؤشرات لزيادة الاستثمار بالنسبة لشركائنا للمحافظ الاستثمارية ليهم في المنطقة وإن احنا نقدر نحقل احتياطيات إضافية لمصر الجزء اللي هو التالت الحقيقة اللي أنا كلمة تعليف الأول له علاقة باستغلال البنية التحتية لمصانع البيتروكميات ومصانع التكرير مش بس بناء على انتاجنا احنا المحلي كمواد خام بس باستخدام برضو آليات منتكرة ان احنا نقدر نشغل المصانع دي بكامل تقاطها وان احنا نقدر نعمل قيمة مضافة وان احنا نقدر نجذب عملة صعبة لمصر ونقلل اللي هو الفاتورة اللي هو استرادية بصفة عامة دي حاجات متعلقة بالانتاج والاستكشاف انا دلوقتي برضو احب ان انا برضو اوضح ان احنا يعني كوزارة منسناش اهمية ان احنا نشتغل على توصيل الغاز للمنازل او ان احنا نشتغل على آليات ان احنا نعمل تحويل اللي هو سيارات للغاز دي آليات مهمة جدا واحنا يعني مش بس ان احنا هنكمل احنا الحقيقة هنبذل مجهود احنا نزود في ادخال اللي هو الغاز للمنازل لان كل ما نعمل ده بيقلل الحقيقة اللي هو فاتورة بالنسبة للهو البتجاز وده برضو بيقلل الحقيقة اللي هو الاحتياج برضو للفاتورة الاسترادية للدولة والجزء التاني نفس الكلام بالنسبة للهو كل ما نعرف نحنا نحول اللي هو عربيات اكتر للغاز كل ما ده برضو بيقلل الحمل على المنتاجات الفاترولية وعلى الاستراد وده آلية برضو آليات احنا برضو بنشتغل عليها برضو بطريقة تكملية مع الحقيقة وزارة المالية مع البنك المركزي بحيث نعرف نعرف ازاي نحنا نقدر نساعد في تسريع العملية دي لان دي كلها بيباليها عملية رد ايجابي للحقيقة للجميع واخيرا وليس اخيرا هو برضو 2025 وقطاع التعديم انا قلت الحقيقة في الاول ان قطاع التعديم قطاع واعد جدا ومهم جدا عشان نعرف نجذب استثمارات في قطاع التعديم الحقيقة كان فيه عدة عوامل محتاجين ان احنا نشتغل عليهم لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعديم منهم ان احنا يكون عندنا برضو الآلية للجذب الاستثمارات مع المستثمرين في مختلف مناطق في العالم وعشان كده احنا نشتغلنا زي ما عملنا في قطاع البترول والغاز موضوع البوابة مصر للتكشاف عشان طرح الفرص الاستثمارية بطريقة رقمية وطريقة عالية اللي هو الكفاءة لجذب اللي هو الاستثمارات وده هنبتدي بنشتغل عليه وهنبتدي نروج اليه في مؤتمر التعديم الحقيقة في انجترا في ديسمبر عشان نعمل انطلاقة في قطاع التعديم وده يوديني الحقيقة يعني ركيزة اساسية احنا شغلين عليها كالقطاع اللي هو ازاي ان احنا نشتغل كفريق عمل واحد على خلق بيئة جاذبة لاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية وعشان كده الحقيقة احنا اهتمينا بكذا حاجة اشتغلنا عليه الحقيقة برضو الفترة اللي فاتت وهيتم يعني انطلاقة خلال شهر اللي جاي وهي ورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز الورقة دي هتكون مهمة جدا ان هي هتوضح اللي هو سياسات الجديدة اللي احنا متابعينها في قطاع البترول لجذب اللي هو الاستثمارات واللي هي بعض ممكن ان هي بعض اللي هو سواء بقى مؤسسات سواء اللي هو التعامل مع الشركاء سواء اللي هو التعامل مع الواحد بيشوف الدول الاخرى بتعمل ايه ايه هي السياسات اللي هي جزء منها متابع حاليا والجزء التاني هيتم اطلاقه وان احنا نقدر نوري السياسات اللي هي العامة لجذب بيئة السسمار في البترول والغاز في مصر واحب الحقيقة برضو استغل الفرصة ان انا اشكر شركاءنا اللي هو بيشتغلوا في قطاع اللي هو البترول والغاز والغاز سواء في مصر وشركاءنا اللي هو العالمين لبرو التشاور وبعض اللي هو الافكار لايه الحاجات اللي ممكن تخلق بيئة جاذبة الاستثمار الى جانب كل الدراسات وكل الحاجات اللي هي بتتم من جهات مختلفة واما في وده هيتم اطلاقه في مؤتمر ادي تاك ان شاء الله في نوفمبر وهيكون طبعا في جلسات تفصيلية مع جميع شركاءنا في مصر وخارج مصر اللي هو مزيد الاستثمارات القطاع التعدين في استراتيجية لقطاع التعدين احنا الحقيقة بنشتغل دلوقتي على ازاي ان احنا نخلق اللي هو آليات تنفيذ وتعجيل التحييق على ارض الواقع التفرة في قطاع التعدين في مصر ويمكن انا يمكن هدي مثالين صغيرين في الموضوع ده المثال الاولاني ان جزء الاتفاقيات اللي هي بتتم في قطاع التعدين في مصر ليها علاقة بموروث من الاتفاقيات في قطاع البترول والغاز والقطاع التعدين في العالم بيتبع نظام اتفاقيات اخرى وعشان كده احنا الحقيقة حبينا ان احنا ندرس ايه اللي بيتم في المناطق المختلفة اللي هي الجاذبة للاستثمارات في قطاع التعدين بحيث ان يكون في المزيج ده موجود في مصر ونقدر ان احنا نقدر نجزء استثمارات عالمية ومحلية في قطاع التعدين بطريقة يكون فيها فايدة للمستثمر فايدة للدولة المصرية وفايدة مش بس في استخراج الخام التعدين بس كمان خلق قيمة مضافة وصناعة تعدينية في مصر وده برضو حاجة ان شاء الله هنتكلم فيها ونطلقها باذن الله في شهر ديسمبر في لندن وعلى اطار عام احنا شغالين مع بقية الحقيقة القطاع الدولة في عملات اللي هو بيئة تشريعية وخلق فرص الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وللعمل المشترك لخلق بيئة جاذبة الاستثمار وانا يمكن في الحالة دي برضو احب تاني اشكر كل الشركاء اللي هم في الفترة اللي فاتي دي ادونا افكار ادونا اشتغلنا على ايه المعطيات اللي ممكن تخلي المستثمر يكون فيه عائد الاستثمار ودائما زيما انا بقول الحقيقة جميع الشركاء اللي هو نجاحهم هو نجاحنا وهو نجاح للدولة المصرية وبالتعامل بالشغل اللي هو التكاملي وانا طبعا مقدرش ان انا قبل منهي الحقيقة العرض ان انا ما اتكلمش على حاجتين مهمين جدا عشان نعرف ان احنا نكمل ونزود استثماراتنا في قطاع البترول والثربة المعدنية الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية شيء اساسي جدا لكل شركاءنا في القطاع ولينا كدولة ولكل زملائنا اللي شغالين في القطاع وكل من بيتأثر من القطاع وكذلك الاهتمام بالل هو الشغل على الحفاظ على البيئة وعلى الاستدامة في جميع اللي هو استثماراتنا في جميع انظمة العمل بتاعتنا لان ده حاجة محتاجين نعملها للاجيال القادمة بس ده برضو حاجة اساسية لجذب برضو اللي هو الاستثمار فالاهتمام بالبيئة ده برضو حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا وعشان كده كل المجهود برضو اللي بيتم مع جميع الشركة في تقليل انبعاثات الكربونية في اعمال اللي هو الانتاج وخلق يعني منتجات واستخراج البترول والغاز قليلة الانبعاثات الجزء التاني كل اللي انا اتكلمت فيه ده مش ممكن يتم من غير الطاقة البشرية وانا برضو باتكلم كتير قوي على موضوع الطاقة البشرية وبرضو احب يعني اطمن يمكن كل اللي بيشوفونا ان مصر عندها امكانيات وعيدة جدا في قطاع البترول والطرر المعدنية من الكوادر ومن العاملين في جميع مناطق القطاع سواء في البترول او الغاز او القطاع اللي هو التعديم وده الحقيقة بالتعاون مع جميع اللي هو الشركة وجميع الاهتمام اجيال واجيال واجيال من قادة في قطاع البترول وشركات وشركاء عمل في هذا القطاع فانعشان كده الحقيقة احب ان انا برضو يعني ادي برضو الشكر الحقيقة لجميع العاملين اللي هم في القطاع هم يعني بشتغل 24 ساعة في اليوم بطريقة يعني متواصلة وبكل يعني اهتمام وحرفية لتوفير المنتجات البترولية للمواطن المصري وان احنا ازاي نقدر نشتغل مع بعض على جذب المزيد من الاستثمارات فبجهلهم برضو الشكر وبجهلكم الحقيقة التحية وبشكركم على الاستماع ودلوقتي الحقيقة ممكن ناخد بعض من الاسئلة وشكرا جزيلا معي الوزير يعني عزي نعرف حضرتك بعد اذن حضرتك يعني ايه هي اهم الاستثمارات الاجنبية هل هناك استثمارات اجنبية يعني جديدة في قطاع البترول وهل هناك توقيع اتفاقيات جديدة في هذا المجال وخاصة في مجال التنقيب والاستكشاف شكرا اللي حضرتك تمام انا هرد على جزء من السؤال وبعد كده يمكن ما نمح لك تكلم على استثمارات اجنبية يمكن عندنا ممثلين للشركات الاجنبية هنا ممكن هم يردوا على الجزئية على الجزئية دي على مضي اللي هو اتفاقيات جديدة في الاستكشاف احنا عشان كده انا ذكرت ان احنا عرضنا واحد وستين فرصة استثمارية في اغسطس اللي فاد ده وجاري العمل دلوقتي على المباحثات مع الشركة اللي هم معنيين ببعض من هذه الفرص دي واول لما يتم الانتهاء سواء من التوقيت بتاع المزايدة اللي هو بالنسبة لمناطق اللي هي البحرية اتنشر منطقة بتاعت ايجاز حيتم اعلان ايه الاتفاقيات اللي هي هيتم ماضيها وفي نفس الوقت فيه برضو من اللي هي الفرص الاستثمارية اللي هي علاقة بالحقول اللي هي متقدمة دي برضو اول لما يتم اللي هو الاتفاق بين الهيئة وبين الشريك سوف يتم الافصاح طبعا عن ماضي الانتفاقيات وبنسبة بقى الاستثمارات بالنسبة للشركة لو في اي حد من المواصلين هنا من الشركة ممكن يتكلموا في المدارة واشكر حداك على السؤال شكرا معاليزة وزيرة على الدعوة الكريمة وتشكر على السؤال انا نادر زكي رئيس قيمي من شركة بي بي اعتقد حركة يعني اغطيت جزء كبير جدا من الاستثمارات اللي موجودة في مصر الفترة اللي موجودة حاليا الفترة ديت زي ما حرك عارف مركزين على منطقة البحر متوسط وزي ما قلنا هو الهدف الاساسي هو زيادة الانتاج ولما بنتكلم على زيادة الانتاج هو فيه هدفين لزيادة الانتاج الهدف الاولاني ان احنا نواجه الانخفاض الطبيعي اللي موجود في الحقول للمنتجة والهدف التاني هو المرحلة تاعت الاستكشاف واحنا موجودين على الارض دلوقتي وحنا بنتكلم فيه حفار موجود في البحر المتوسط الحفار الموجود في البحر المتوسط دوت بيعمل برنامج مين بقى اتنين برنامجين البرنامج الاولاني برنامج علشان نزود انتاج حق الريفن والبرنامج التاني هو برنامج استكشاف التكلفة بتاعت البرنامجين دول تقريبا 800 مليون دولار الهدف منها ان احنا نزود 200 مليون ادم متر مكعب لحق الريفن ونبدأ نخش فيه بيدين استكشافيين بعد ما نخلص البرنامج الاولاني ده على طول والبرنامجين الاستكشافيين دول موجودين او اتعاملوا بخطة بعد ما احنا درسنا دراسات سازمية في الفترة اللي فاتت ودخلنا تكنولوجيا جديدة اللي هي الاوشن باطم نونز اللي بتساعدنا على ان احنا نعرف اكتر ونحلل اكتر السايزميك اللي موجود ونقدر حتى نوصل لخزنات صغيرة وعلى فكرة مش لازم يبقى كل حاجة خزنات كبيرة احنا ممكن من خلال خزنات صغيرة نسرع انتاج ونطلق وعلشان التسهيلات موجودة وربطها سهل الفكرة طبعا لما انا بتكلم على استثمار بـ 800 مليون دولار في الوقت ده وده ده يتألن هو ثقة في القطاع في القطاع في القطاع في القطاع البترول المصري والتعامل كشريك مش مجرد ان احنا بنشتغل على مشروع صغير ونمشي احنا موجودين هنا علشان المدى البعيد موجودين بانا ستين سنة وعايزين نعود لستين سنة تانين وهو ده الهدف اللي احنا بنشتغل شكرا 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 جزيلا لو حضرك تسمح لي كان في العرض اتكلم عن جهود مصر في قطاع الطاقة فايه هي اوجه التعاون بين مصر ودول المجاورة حضرك يمكن اشارت في البداية بس يعني ما تكملتهاش ازاي اليات تحويل لمصر وتعزيز دورها كمركز اقليمي للطاقة شكرا شكرا جزيلا على السؤال ده الحقيقة هن دايما بنكلم على موقع مصر يعني استراتيجي يعني مصر يعني ربنا داها موقع استراتيجي يعني على البحر الاحمر بحر المتوسط بتربط بين يعني اسيا والدول العربية بتربط مع اوروبا ومع افريقيا فكمركز اقليمي مصر الحقيقة فيها بنية تحتية في قطاع البترول غير كمان بالاضافة طبعا البنية التحتية على مستوى الدولة سوى بقى من نسبة كطرق منشآت ومواني وكده في قطاع البترول نفسه في عندنا بنية تحتية في قطاع البتر كمان بالاضافة قطاع اللي هو التكرير والامكانية على تسهيلات للتصدير مصانع اللي هو للتصدير اللي هو الغاز ودي شيء مهم جدا عشان نحن نقدر نحن نفعل دور مصر الاقليمي ده فده يبقى له جزئتين جزء له علاقة بالانتاج اللي هو بتاعنا لما يكون عندنا احنا انتاج زيادة فائد نقدر نحن نصدره عن طريق اللي هو التسهيلات اللي هي موجودة عندنا ونحن نقدر مثلا نتعاون مثلا مع دولة زي مثلا اليونان اللي ادخال مثلا الغاز ده لاوروبا لانهما عندهم برضو شبكة ادخال لاوروبا من خلال مثلا اليونان فعشكده بنعمل تعاون كدير برضو مع اليونان في هذا المجال في نفس الوقت مثلا اللي هو تعاون مع أبروس ده مثلا مثلا مثال اخر مهم جدا لانا احنا نقدر نحنا نتعاون مع أبروس بحيثا نحن نعطي اللي هو الامكانية للشركاء اللي هم بيشتغلوا في مصر وبيشتغلوا عندهم حقول في أبروس على إزاي استخراج اللي هو الغاز ده وتوصيل الغاز ده للمستهلك اللي هو مستهدف منه الغاز ده والمستهلك ده يقم اللي هو الغاز ده نقدر نربطه نربط الغاز بمواسير على التسهيلات اللي عندنا في مصر وبعد كده نتم اللي هو تصديره سواء بقى الأوروبا أو لأي مكان آخر أو في استخدام اللي هو الغاز ده للسوق اللي هو المحلي اللي هو بيزيد بسعر متفق عليه مع الجانبين أو إعطاء الفرصة للمستثمر في الغاز ده أنه هو يدخله في مصانع البيتروكيميات اللي هي موجودة في مصر لخلق قيمة مضافة وأنه هو يقدر أنه هو يصدره يصدره البر فالتعاون اللي هو الإقليمي ده الحقيقة بيتم على كذا كذا اتجاه ويرتكز على الإمكانية بتاعتنا نحن نفعل دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة ويكون فيه استفادة لمصر واستفادة للمنطقة في التداول للبعز شكرا شكرا حاية هل هناك خطط لمراجعة أو تعديل أسعار الوقود في السوق المحلية قريبا وكيف يمكن تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضمان استدامة الاقتصاد المصري شكرا تماما أولا يعني قولة واحدا عشان واسع أكون واضح فيها أن احنا ما عندناش أي خطط لزيادة أسعار المنتجات بتريريا خلال اللي هو سيبت الشهر اللي جاية يعني كما يعني ذكر الحقيقة وأعلن دولة الرئيس يعني في في مؤتمر من كم يوم الحاجة التانية اللي هو هارجع على قصة اللي هو التسجير احنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول أن احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي لأننا كلمت على العوامل اللي هي بتؤدي إلى الفجوة بين اللي هو سعر تكلفة المنتج وسعر المنتج نفسه وعشان كده احنا كل مجوداتنا الحقيقة متركزة على العمل على زيادة اللي هو الانتاج فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتورة الاستراضية للمنتجات الفترولية اللي هي في الآخر بتؤثر على التكلفة اللي هو النهائية للدولة وفي نفس الوقت برضو احب ان انا اوضح ان حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين تين تسعين وخمسة وتسعين والسولار والثمانين يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود عشرة مليار جنيه كل شهر دعم فالدولة بتكمل اللي هو الدعم واحنا بنشتغل كلنا كشركاء عمل في زيادة اللي هو الانتاج اللي هو المحلي عشان نشتغل على تقليل اللي هو الفاتورة الاسترادية للمنتجات الفيترولية مما في الآخر سيؤدي الى توازن للسعر لسعر المنتج كان فيه كشف تجاري اعلن في منطقة اقاط جنوب مصر سنة عشرين عشرين وفي عشرين تلاتة وعشرين تم بدء الانتاج التجريب للذهب ماذا تم في هذا الموقع شكرا شكرا انا هرد على الشرق الاولاني وبالنسبة الشرق التاني ممكن ارجع لحضرتك لان المعلومة دي يعني هرجع لحضرتك فيها بالنسبة للي هو المعلومة الاولانية او سؤال الاولاني اللي هو العلاقة بتحويل الهيئة السرعة المعدنية لهيئة اختصارية دي احنا جاريين العمل في ده ودلوقتي ده داخل في اللي هو الروح التكامل والتعاون مع الجهات اللي هو تشريعية في الدولة ومجلس النواب ولجنة سواء لجنة الطاقة او لجنة الصناعة فاحنا نشغالين في الشق ده وده جزء من المجهود الدولة ان احنا ازاي نقدر نعظم من سروات مصر التعدينية عن طريق تحويل الهيئة الى هيئة اقتصادية الى جانب الحقب اللي هي تحفيزية للاستثمار في قطاع اللي هو التعدين فيعني ردا على سؤال حضرتك احنا دلوقتي متظرين الاجراءات اللي هي تشريعية وبعد كده ان شاء الله سوف نعلن امتى يكون ده تم شكرا لحضرتك وشكرا على السؤال بسر بسر خير عمر عمر عشرين سؤال بخصوص ترسيم الحدود من مصر وبعد الدول السعودية كبروس عايزين نعرف هل في فترة قادمة ان شاء الله بعد حق ظهر بعض التورات الجديدة في المنطق والي هي تظهور بعض اكتشابات والله يعني لنا قدر اقول ان احنا حاليا فعلا كل تركزنا على زيادة اللي هو الانتاج وزيادة اللي هو اعمال الاستكشاف من المناطق المصرية وازاي نحن نقدر نخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع جميع شركة لزيادة الاستثمار بتاعتهم لزيادة الانتاج سواء من الزيت او الغاز والتعاون مع شركاء نا في الاقليم شكرا شكرا كنت عايز اسأل بس حالك عن موقف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة طبعا ان مبادرة حياة كريمة يمكن احداثة قفزة كبيرة في هذا المجال الحاجة التانية كنت عايز اسأل عن سداد مستحقات الشركات الاجنبية هل يعني موقف المستحقات ايه وهل ممكن يكون هناك نوع من التأجيل او في المستحقات هل في المفاوضات بهذا الشيء شكرا تمام بالنسبة للسؤال الاولاني والتوصيل الغاز للمنازل وحياة كريمة الحقيقة احنا كقطاع بترول يعني فخورين ان يكون جزء من مبادرة حياة كريمة والتأثير الايجابي على المواطن المصري وتحويل اللي هو التوصيل اللي هو الغاز للمنازل يمكن زي ما انا نوهت في العرض له ايجابيات كبيرة جدا في تقليل اللي هو الاعتماد على البتجاز وتقليل الاعتماد على الاستراد والفاتورة الاسترادية للدولة فردنا على سؤال حضرتك الاجابة نعم احنا مستمرين في ده وفخورين ان احنا نكون يعني جزء من مبادرة حياة كريمة اما بالنسبة للسؤال للشركة احنا برضو لازم نبتدي بالهو الاساسيات ان المستحقات الشركة دي مستحقات لهم فدي مستحقات واحنا الحقيقة على جميع قطاعات الدولة ملتزمين واعلن اللي هو الالتزام بسداد اللي هو المستحقات للشركة وجاري دايما التواصل مع الشركة في سداد هذه المستحقات سواء عن طريق حقب تحفيزية او عن طريق جواد بعض اللي هو المستحقات دي فاحنا مستمرين في ده وده حاجة احنا كدولة مهتمين جدا به في كل المستويات استهزن حدودك مع الوزير المهندس صادق السويدي عايز يعلق اهلا انا طلب اهلا وسامي طلعت السويدي رئيس مجلس إدارة اي اي جي اللي هي برضو متعاقدة ولكن انا اسف انا هتكلم دلوقتي بصفتي كرئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انا هتكلم عن او تلت نقاط وهم مهمين هو التأكيد لبعض الاخوة الموديين لاني شو سمعت اسئلة كتير على موضوع مسلا سعر المحروقات عموما لازم برضو نقول الحقيقة ان من اول ما تولى سيد الرئيس عفتاح السنة لما دخلنا المجلس الفين وخمستاشر اتخذ موافقة من المجلس والموافقة دي موجودة لغاية دلوقتي ان احنا هنشيل الدعم على المحروقات وبالنسبة برضو للكهرباء على مدار خمس سنين ايام ما كانت دولار بتمانية جنيه وكان لتر البنزين الاتنين وثنين او الخمس وثنين كان بالتمانية جنيه يعني كان لتر البنزين احنا بينا من ارخص البلاد حتى الزيادة اللي زادت عن اي بلد دولة في العالم فهي في الاخر هي دولار لو احنا اتكلمنا على السعر الحقيقي بقى نتكلم ان سعر البترول هنتكلم عن خمسة وثنين او كده في البلد بره بدولار حضرتك واكتر من دولار فاحنا لنسه ما زلنا اسعارنا ولكن احنا عارفين ظروف البلد عارفين اللي بيحصل فلتأجل موضوع شيل الدعم بالكامل طبعا لما حصل فرق الدولار يمكن الدعم النهاردة في الفين اربعة وعشرين بقى اضعاف الدعم اللي كان في الفين وخمستاشر قبل ما نبدأ نفكر نشيل الدعم فانا دي انا بقول لحضرتك طبعا حضرتك دي مبادرة كويسة جدا ان احنا نبدأ لان هو الصح ان احنا نزود الانتاج بدلا ما بنستور بالغالي وندي الدعم لا احنا انتاجنا احنا ونطلعوا زي ما احنا عايزين دي اول point الحاجة التانية برضو لكل الشركاء الموجودين مع حضرتكم كوزارة البترول اذا كان جدد او الناس القديمة اللي شغالة انا اطمئن الجميع ان حضرتك عارف بكل الاخوة في وزارة البترول يعرفوا ان احنا ما بنتأخرش عن اي اول ما بيجي للمجلس انا ببقى مستعجل جدا ان نخلصوا عشان بالفعل ان الشركات تبدأ واحنا وانا بعلن قدام حضرتك احنا عندي لوقتي خمس اتفاقيات موجودين في المجلس هيخلصوا ان شاء الله في خلال الاسبوعين اللي جايين هينزلوا جلسة عامة ونتمنى احنا كمجلس نواب الكثير من الكونساشنز عشان نقدر نعمل حاجة في الاخر للمواطن شكرا لحضرتك وشكرا لجميع شكرا طبعا شكرا جزيلا وكده لاحية احب اشكركم جدا على وقتكم النهاردة وانا برضه احب اكد ان اللقاء ده يعني مش هيكون ان شاء الله اخر لقاء واحنا يعني وزارة البترول والتروة المعدنية دايما هنكون حرسين ان احنا نوفيكوا بالمستجدات في القطاع وان شاء الله برضه ان انا بقوتني على روح العمل التكملي مع الجميع لان احنا يعني مؤمن وانحنا كلنا مؤمنين ان احنا التحدي اللي هو موجود قدامنا تحدي وقادرين بالشغل اللي هو تكملي مع شركاء اللي هو قائمين حاليين مع شركاء الجدد ورجال اعمال اللي هو شركاء المستثمرين خطار خاص مصريين الوطنيين بشكرهم مرة تانية الحقيقة اللي انضموا الحقيقة للمبادرة واللي هنضموا للمبادرة دي وبشكر الحقيقة الروح ان احنا نقدر ان احنا نشتغل مع بعض وان احنا نلبي طلبات المواطن المصري وشكرا جزيلا لكم وان شاء الله نكون في لقاء قريب بإذن الله شكرا جزيلا بنشكركم شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا